بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا وياكم لإكمال دورة تعلم الورد 2021 لنبدأ على بركة الله إدراج الصور في برنامج الورد لو كان لدينا مثلا أي صورة مثلا في سطح المكتب لإدراج هذه الصورة في برنامج الورد في العلا هنا نضغط إدراجه ومن ثم نضغط هذه الآيقون نختار هذا الجهاز الآن نختار الصورة من المكان الذي تم حفظ الصورة فيه ومن ثم نختار الصورة الآن تم إدراج الصورة في هذا المكان بإمكاننا عمل إنسيابي لحركة الصورة راح نلاحظ حاليا عند الضغط على الصورة وتحريكها راح تتحرك معنا بصعوبة بإمكاننا عمل حركة إنسيابية للصورة نضغط على الصورة ومن ثم هنا في العلا أختار تنسيق الصورة نلاحظ أن هذه التقويبة لا تظهر عند عدم الضغط على الصورة تظهر هذه التقويبة عند الضغط على الصورة فقط عند الضغط على هذه الآيقونة تعطينا عدة خيارات خاصة بالانتفاف النص حول الصورة إذا أردنا التحكم بمكان الصورة بكل إنسيابية نختار أمام النص راح نلاحظ أنه الآن تتحرك لدينا الصورة بشكل إنسيابي في كامل الملك بإمكاننا وضعها في المكان المناسب لنا لتغيير حجم الصورة نضغط عليها نلاحظ أنه تظهر لدينا دوائر هنا في هذا المكان عند تمرير الموس فوقها يظهر لدينا هذا السهم لتغيير حجم الصورة نضغط عليه بواسطة الزر الأيسر ومن ثم نقوم بتحريكه للتكبير أو التصغير بهذا الشكل ونختار الحجم المناسب لنا بإمكاننا عمل ذلك بطريقة ثانية من خلال ضغط على الصورة ومن ثم فيها لعلى تنسيق الصورة يظهر لدينا هنا على اليسار الارتفاع والعرض نقوم باختيار الحجم المناسب لنا عند الضغط على الصورة ومن ثم تنسيق الصورة تظهر لدينا مجموعة من الأدوات الخاصة في الصورة سأقوم بشرح هذه الأدوات من خلال هذه الأيقونة من خلال هذه الأيقونة بإمكاننا تحسين سطوع الصورة من خلال الزيادة أو تقليل منها من خلال هذه الأيقونة بإمكانك تغيير ألوان الصورة لحظة الآن أن الألوان تتغيير بمجرد تمرير فوق هذا اللون عند اعتماد أي لون نقوم بالضغط عليه سيتم تغيير اللون بإمكانك التحكم بشفافية الصورة من هنا أو بإمكانك تضغط على خيارات ومن ثم اختيار الشفافية المناسب لك من هنا في هذا المكان يعطينا مجموعة من الخيارات الخاصة بحدود الصورة يعطينا بداية الأشكال جاهزة اختيار حدود الصورة بإمكانك اختيار الشكل المناسب وهنا على اليسار يعطينا مجموعة من الخيارات الخاصة بتغيير الألوان خاصة بتغيير ألوان الحدود واختيار السماكة الخاصة بالحد وفي هذا المكان يعطينا تأثيرات خاصة بالصورة سواء كانت أشكال ثلاثية أو ظل خاص بالصورة أو حتى من هنا مجسم استدارة ثلاثية الأبعاد إذن هناك العديد من تأثيرات الصور بيمكنك تجريبها من خلال هذه الخيارات بشكل كامل قص الصورة لو أردت استعمال جزء فقط محدد من الصورة أو قص البقية بإمكاننا قص الصورة من خلال الضغط على آيقونة القص هنا ومن ثم اختيار الجزء الذي نريد ومن ثم نضغط على قص مرة ثانية سنلاحظ أنه تم قص الجزء الذي قمنا بتحديده أضافة جدول في برنامج الورد أضافة جدول تختار المكان الذي سوف نضيف له الجدول ومن ثم فيه لعلى من تبويبة إدراج أختار جدول بإمكاننا تمرير الماوس هنا واختيار عدد الأعمدة والصفوف المناسبة لنا ومن ثم نقوم بالضغط عليها أو بإمكاننا من خلال إدراج أيضاً ومن ثم نضغط على هذه الأيقونة نختار إدراج جدول نقوم بتحديد عدد الأعمدة وعدد الصفوف ومن ثم نضغط على موافق في الطريقة الثالثة لإضافة جدول نقوم بالضغط على إدراج ومن ثم جدول ومن ثم رسم جدول الآن نقوم برسم الجدول حسب العدد الأعمدة والصفوف التي نحتاجها سوف نقوم بالرسم بهذا الشكل سنلاحظ أنه يتم رسم بالشكل التلقائي مجرد أنك تضع القلم أو ترسم بالقلم بالشكل المناسب لك لو أردت إضافة مثلاً هنا عمود فضغط هنا لو أردت إضافة صف هنا عند تحديد أي جدول نلاحظ في التبويضات تظهر لدينا علامتين جديدتين اللي هي عبارة عن تصميم الجدول وتخطيط بداية تصميم الجدول في هذا المكان يعطينا عدد من القوالب الجاهزة الخاصة بألوان الحدود بالنسبة للجدول بإمكانك التحكم بهذه الألوان من هنا من خلال التضليم اختيار اللون المناسب لك لو أردنا تلوين هذا الجزء فقط نقوم بتحديده ومن ثم نختار اللون المناسب لنا لو كان لدينا الآن خليتين وأردنا دمج الخليتين مع بعضها البعض الخلية الأولى هنا والخلية الثانية هنا بإمكاني عمل ذلك من تخطيط ومن ثم هنا نختار دمج الخلايا لو كان لدينا هذه الخلية أردنا تقسيمها إلى خليتين نضع المؤشر فيها وثم هنا نختار تقسيم الخلايا نختار العدد مثلاً اثنين أو ثلاثة ومن ثم موافق لاحظ الآن أن الخلية تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء بإمكاننا التحكم بحجم الجدول بشكل كامل من خلال الضغط مثلاً على الجدول ثم من هنا نقوم بالسحب بهذا الشكل لاحظ الآن بإمكاننا التحكم بحجم الجدول بشكل تام سواء تصغير أو تكبير لو أردنا تكبير خلية واحدة فقط أو خليتين نضع المؤشر في الخلية ومن ثم نقوم بوضع الماوس على الخط حتى يظهر لدينا هذا المشير ومن ثم نقوم بالسحب نحو اليمين ونحو اليسر نفس الشيء بالنسبة للعمول نضع الماوس هنا حتى يظهر لدينا هذا المشير ونقوم بالسحب نحو الأعلى والأسفل للتكبير والتصغير هناك طريقة ثانية لعمل ذلك أيضاً من تخطيط نختار الارتفاع والعرض المناسب لنا سواء كان تكبير أو تصغير بالنسبة للارتفاع نفس الشيء بالنسبة للعرض إدراج صفوف جديدة للجدول إذا كان لدينا هذا الجدول وأردنا إضافة صفوف جديدة له أو أعمدة يجب علينا أن نقوم بتحديد الجدول ومن ثم نضغط عليه بزر الأيمن ومن ثم نختار إدراج نختار الصفوف سواء كانت لأعلى أم لأسفل بهذا الشكل لو أردت إضافة صف واحد نقوم بتحديد الصف بشكل كامل ومن ثم نقوم بالضغط إدراج الصفوف إلى أسفل راح نلاحظ أنه تم إضافة صف واحد فقط لو أردت إضافة صفين نقوم بتحديد صفين ومن ثم نقوم بالضغط بزر الموس إدراج صفوف والأسفل ثم إضافة تم إضافة صفين بالنسبة للأعمدة نفس الشيء نقوم بتحديد أحد الأعمدة لو أردنا إضافة عمود واحد ومن ثم بالضغط على زر الموس اليمين إدراج عمود إلى اليسار أو إلى اليمين لو أردت إضافة أكثر من عمود مثلا أردت إضافة عمودين نقوم بتحديد عمودين ثم نضغط الزر الموس الأيمن إدراج أعمدة إلى اليمين أو إلى اليسار بإمكان نعمل ذلك أيضا من خلال الذهاب إلى تخطيط ومن ثم إدراج سواء كان لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين بالنسبة للأعمدة حذف صف أو عمود أو جدول بكامله في برنامج الورد تتبع الخطوات التالية لو أردنا حذف عمود بشكل كامل هذا العمود لحذفه نضغط عليه بزر الموس الأيمن بعد التحديد نضغط حذف أعمدة لو أردنا حذف صف نحدد هذا الصف مثلا ومن ثم نضغط زر الموس الأيمن لنختار حذف خلايا ومن ثم نختار موافق بإمكاننا عمل ذلك بطريقة أخرى مثلا لهذا الصف وأردنا حذف حذفه نحدد الصف ومن هنا في الأعلى نختار حذف صفوف إذا أردنا حذف الجدول بشكل كامل نضغط على هذه الأيقون الموجودة أعلى اليمين للجدول ومن ثم نضغط على زر الموس الأيمن ومن ثم نختار حذف جدول أو بإمكاننا حذف الجدول بطريقة ثانية من خلال الضغط على هذه الأيقون لتحديد الجدول وفي الأعلى نختار تخطيط ومن ثم هنا نختار حذف جدول هذا أكون الدرس الثالث وألتقيكم على خير في الدرس الرابع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر